ترجمة نانسي قنقر أسرة الطفلة الهندية سارة وجهت الشكر إلى الشرطة البحرينية على جهودها لاستعادة الطفلة كما وجهت الشكر إلى المواطنين البحرينيين الذين دعموهم في هذه الواقعة وتطوعوا بالبحث عن الطفلة في مناطق مختلفة من البحرين حادثة بدت غريبة جدا على بلد صغير عرف بالتسامح والتعايش كالبحرين كانت نتيجتها اختفاء الطفلة سارة التي لم تتجاوز الخمس سنوات عن أسرتها ولكن عيون الوطن الساهرة لم يغمض لها جفن حتى عادت الطفلة أخيرا إلى أسرتها قبل 24 ساعة من اختفائها ولدت الطفلة تقول إنها تركت السيارة وبداخلها الطفلة أمام إحدى البرادات الصغيرة بمنطقة الحورة لمدة لا تزيد عن الدقيقتين ولكنها تفاجأت باختفاء السيارة وبداخلها الطفلة بعد مرور الوقت تلقى أخي اتصالا من مركز شرطة الحورة يطلب من الذهاب إلى هناك الشرطة كانت تتبع السيارة بمساعدة سكان المنطقة الذين حاولوا مساعدتنا من ثم وجدنا السيارة في أحد المواقف داخل منطقة الحورة ولكن الطفلة لم تكن بداخلها ولله الحمد لأنها كانت حتما ستصاب باختناق كنا على ثقة أننا سنجد الطفلة فالأمل موجود البحرين بلد صغير والناس متحبون ومتعايشون نحن هنا منذ قرابة التسع سنوات ونعلم أن هذه الحادثة غريبة جدا على البحرين الجميع سيقف معنا وهذا ما حدث بالفعل فالجميع كان معنا وزارة الداخلية ومنذ تلقي البلاغ شكلت فريق بحث وتحر مشترك بين مدرية شرطة العاصمة والإدارة العمال المباحث والأدلة الجنائية قوامه 25 دورية أمنية مقسمة على ثلاث نوبات عمل بالتنسيق مع باقي المدريات الأمنية وقد أسفر تكثيف عمليات البحث والتحري عن العثور على السيارة بعد أقل من 12 ساعة من وقت تلقي البلاغ وتمكين الشرطة من التعرف على هوية المتهم والمرأة حيث تم القبض عليهما والعثور على الطفلة في منزل المرأة بمنطقة الحورة فور القبض عليه تم تحويله على النيابة العامة أو النيابة المختصة لهذه الأمور نيابة الأسرة والطفل وتم حابسه لمدة سبوع حالياً وتجدد له وإن شاء الله بتحول على القضاء ويأخذ عقوبته اللي بين عندنا الدفع الأول إنه هو سرقة السيارة الشخص كان يمشي بالشارع أو طالع من مكان معين وتشوف السيارة تشتغل طبعاً هذه الشيء كان مغرلة خذ السيارة ودفع السرقة كان فيها شانطة كتوف الشانطة فيها وحاول يسر الشانطة اللي فيها الفلوس المجنع عليها تفواجه بالطفلة في المقعد الخلفي هاي اللي خلا يرتبك أنا ما عرف من هل وين يوديه أنا وديه مركز الشرطة هو طبعاً مجرم في النهاية الجاني بحوزة العدالة في حبس احتياطي بعد أن استمعت الشرطة إلى إفادته هو والدة الطفلة التي أكدت أنها لا تعرف هذا الرجل والسيدة المتورطين في الواقع ولم تلتقي بهما من قبل عمل متواصل لأكثر من 24 ساعة في ردهة مراكز الشرطة حتى عادت الطفلة سارة إلى أحضان والديها أخيراً ولكن التحقيق لا يزال مستمراً في هذه القضية سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين